دون إطالة نروح وإياكم إلى فقرة أخرى ضمن فقراتنا الأسبوعية واللي كلمنا الفروض أن تكون يوم السبت ولكن للأسف الشديد راح تغيب غدوة هذا الفقرة لكن قربناها يعني قدمناها شوية إلى يوم الجمعة دون إطالة إلى فقرة التكنولوجيا بعد هذا الجنغل في فقرة التكنولوجيا ومشاهدين الأكارم هذا العدد راح نحكوه على الحدث لهوى العيد أو عيد اللعض حالي كامل رانسنا فيه بحول المشاهدين الأكارم أكيد راح حضر معنا صبيحة اليوم سيد طارق العبد صاحب مؤسسة ناشئة وأيضا مختص في البرمجة أهلا وسهلا بك أستاذي وشكرا لقبول دعوة البرنامج شكرا لسيد دافا سيد العبد راح نحكو اليوم على الكيباش الهيدورات تكنولوجيا الرقمانة وغيرها كلهم اليوم يشتركوا لو أنه كل أو الدولة حتى خليني نقول رئيس الجمهورية يوصي برقمانة كل القطاعات وأنتم ما بدوركم وصلتوا إلى رقمانة حتى الهيدورة أليس كذلك والله نعم ساحي سباح الخير سباح الخير أشياء المشاهدين والله إحنا في القطاع كما قلنات إحنا مختصين في رقم القطاعات من ضمنه القطاع البيئة النظافة فهي بإعاز من الوزير الصناعة وهو اللي يطلب يعني أنه يكون عندنا شيء ما يعني يحقق مواكب يعني يعني يحقق المشروع كيفاش نقضيه وعلى هذه المشكلة تعمل الهيدورات بطريقة عشوائية فإحنا درنا دراسة مع اللي كيب تكنيكتنا اللي هي دراسة جزائرية جزائرية يعني اللي كيب تاني تاني كيسي خرجي سواء جزائرية نعم ستاتفون سي خرجين جميع الجزائرية طفين عمال في البرمجيات وحتى في الإيكو سيستام والبيئة فإحنا خدمنا عليها مدة سنة اطلاقنا مع الوزير السنة الماضية وقعدنا نخدمه عليها نخدمه عليها لغاية لها حققنا المبتغة أنه كيفاش طريقة تكون مبتكرة وتكون محددة المعالم باش معناتها يكون الجمعة الهيدورة يكون طريقة سليسة ويكون طريقة علمية تكنولوجية جميل يلا باش نحط الناس في الصورة نحكولهم شوية على هذا التطبيق كيفاش يخدم هذا التطبيق وكيفاش راح يكون نشاطة ديالو يعني في هذه الأيام الناس راح يتسلنا كيفاش بزاف خليني نقول بالعامية أنه ناس تقفت نوعا ما ولا تحوس على كيفاش أنه ما تضييش هذه الهيدورة وتقدمها خدمة للمؤسسات الدولة للمجتمع أيضا ويستفادوا منها والله يشوف هي بنسبة لهيدورة هي عندها شقين عندها شق اقتصادي ومحط وكبير يعني يفوت القيمة التاحة أكثر من ربع مليون دولار وشق البيئة التاحة لأساس أنه يعني هيدورة اللي كانت قاعد يعني في خارج البيئة التاحة ولخارج الإطار لازمها تكون فيه البيئة راح تسبب مظارة كبيرة وانا حتخسر ممكن يعني أكثر من ملايين دولارات تانيك من ناحية الأمراض والبيئة وكذا الأطفال اللي يعبوك فبالتالي احنا يعني احنا كما يشقول احنا ناخدو الكوتي إيكوناميك يعني نعاودو نثمنوها والكوتي إيكولوجيك البيئة نعاودو كما أقول احنا نخلو البيئة التاحة نظيفة فاحنا وجدرنا اللي هنا هو النظام التاني اسمه مريق النظافة دخلنا فيه تانيك مريق الهيدورة مريق الهيدورة هذا سيكوة مع أنت نعجبني حتى الشعار يعني الاسم بالعامية بشيكون قريب للناس هذا اللي درنا أكزاكتما وعجب للناس احنا بالمواطن اللي هيدبح الكبش ولا بعد ما يدبح هيدورة تكون عنده هيدورة ولا تانين ولا تلاتة ولا حتى ممكن يعني الجمعيات الفاعلة في المجتمع يقدر واحد منهم يتكفل بيحي يعني أي طريقة اللي هيدستعملها تكون ناجحة وتكون سهلة فبالتالي هو رح يدخل لإعدادات التاعو الموقع التاعو احنا يعني كنا مع في الوزارة يعني في الليكيب تكنيك الليكيب ساعات وساعات وأيام وأيام غير باش نقطروا هذا المجال هذا وكاين ليسية اللي هم واقفين معنا الآن هدا حيكون بروتوتيب أول عام هدا حيكون بروتوتيب يعني في بعض المقاطعات الإدارية وكي تجرب هذا مستوى هنقولك أسكرا حيكون على مستوى وطني ولا فقط على مستوى نو هنأجزاكت أدو أدو لبروغرام اللي لازم يكون بالطريقة هدية باش يكون نجاح تدريجي ويكون نجاح يعني كما قلو احنا واضح لأنه هذا أول سنة اللي نحن فبالتالي ما قلوش رحو وطنيا ديكتمو يعني هتكون بزاف صعي جوة شكرا هم المقاطعات اللي رح يكونوا معانيين بهذا مو أكزا كتمو أدنا سيدة عبدالله سيدة محمد أدنا تقريب العاصمة بصفة عامة أدنا سبعة فتحناك على المجال مدى بنا يشاركو مئة قاعدة توجه وطوجه كما قلونا اللي بيوت من هذه المرحلة هذه هي مرحلة تجربية محظة باش نقيم ان شاء الله الدور تانا ونقيم البرنامج ونقيم التفاعل ان شاء الله الجمهور تانا مع هذا البرنامج هذا وان شاء الله يكون تفاعل إيجابي ان شاء الله يا ربي طيب نحكو شوي على عملية التسجيل في هذا التطبيق هل تكون قبل عيد الأضحى يعني في هذه الأيام ولا إلى غاية عيد الأضحى ولا غير شوف هل يمكن الناس يعني يكون على بلها احنا التطبيق يعني عادي مفتوح مفتوح يعني يقدر أي وقت يقدر يحملوه من عيد الأضحى ولا قبل أما الاستعمال سيكون يوم عيد الأضحى احنا فتحين المجال وفتحين الابليكيشن لأنه هي مريق النظفة ولكن خاصية يعني حطينا غاية يوم الأضحى لأنه في يوم الأضحى لأنه في يوم الأضحى لن يبدأ تبدأ الهيدورا تكون موجودة كمادة موجودة فالآن يصير هو يدخل الموقع التاع ويدخل الهيدورا الشيء عنده وادم لي حاوين وادم لي هاما في اللوجيستيك للشركات اللي حتقوم بنقل الهيدورا استغلال أيضا لأنه اللي حتقوم المعلومات المعلومات قاعدك موجودة عند الشركات لأنه بعض الأحيان لو كان نشوفه ما يكونش خسائر كثيرة في يعني نجو نربحون الخصوة كما قلو احنا فبالتالي ممكن يبعتوا كاميون كبير مع ستة سبعة أفراد اللي ما يكلفوا أموال كبيرة يكون على بالهم يعني شحل حير في دون المنطقة اكزاك تمو هذا ودورتانا أنه في كل منطقة في كل مكان يعني يكون محدد كان على حسب الحتي فبالتالي اللوجستيك تكون مدروسة قبل الانطلاق فهنايا نحافظه على كثير الأشياء نحافظه على اللوجستيك نحافظه على الكامية على التدخلات على وقت التدخل على كده فهذا ما قاعدك يلعبوا دور كبير في يعني نطلعوا بالقيمات على هذه دورة طيب إلى أي مدارك تشوف فيها أستاذي هذا التطبيق ربما يأثر على إنقاص المفارغ العشوائية ونقاط سوداء اللي نشوفوها في العيد للأسف الشديد وبعد العيد هي والله نشوف إحنا ديما الإشكال اللي عندنا في الجزائر النقص المعلومة يعني بالنسبة للشارع اللي نقول إحنا بالنسبة لهذا المجال تنكتع النقل لنفايات حتى بالنسبة للنفايات العادية عندنا نقص كبير في المعلومة وقتش يفوت الكاميون وقتش ما يفوت وقتش كده فبالتالي إحنا أضطرنا هذا المجال والجزائري عنده دورك المواطن عنده عنده الوقت وقتش يفوت حتى قبل ما يفوت وعندنا مم دي نوتيفيكاسون بليه الكاميون راه جاي ويقدر مم يتبع الكاميون يعني يشوف الكاميون وعندش يفوت ويشوفو يعني 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 هذا الشي لما تكون المعلومة هنا حتى القانون نقضي نطبقه لأنه اللي هنا بازم كي يقول لك بازم الكاميون بحجو الساعة الفلانية انت عايش تخرج مثلا ولا تحط الهيدورالتاك في مكان غير مناسب لأنه مع البلديات ومع يعني داروا دي بون دو كولكت وين الهيدورال لازم تحط نحط ما برك ما تتخلطش معها لديش ميناجيا صح المواطن عنده الابليكاسون وعنده تحدد له الموقع وتحدد له حتى كيف يوصل للموقع هذا وتحدد له كل الأحداثيات اللازم يعرفها جميل جدا فبالتالي الآن مساعدة بركل المواطنة خليناسموها تاع المواطن هنالي هتخلي المشروع ينجح وانه نرجع لهي طورة ما خلوهاش تكون يعني في عود ما تكون عبء على الوطن وعبء على نستفادوا منها وتولي تدخل حتى في البي بي يعني ربعة ملايين حتى الاخر بسم الله هدي الان الكباش عمغالين شوية ورنواصتين تقريبا كما أقول هل أنت أربعة ولا ثلاثة ملايين تتاع كبش في العام وقت يكون الكباش ممكن من وقت ما يشارك تبار بلك كبش يعود يعني الكباش عادي ينقص السعر تاع ممكن نصف حتى العشر ملايين كبش ندبح في العام يعني تقول بلينقص شوية هاد 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 العام لا ممكن نقص شوية لأنه على أساس الكباش عمغالين شوية ولكن هل نظن باللي ان شاء الله توجه كاين العام اللي جاي ممكن العوام اللي جايين هل نخم على هكذا ممكن إن شاء الله يكون الكبش سعره معقول بالنسبة للمدخول المواطن الجزائري فيكون الجزائري يحب بزف يضحي يعني عنده الشعير هذي يحب أبطر يعني يحتوي أن تكون أكثر من عشر ملايين هذور جميل طيب هذا التطبيق يعني حاليا رحو موجه للمواطني لأنه رحو يعيش أجواء عيد الأضحاء المبارك ولكن ما خممتوش أنه يكون موجه للمذابح على طول السنة بيش تسفدوا أيضا من الهذور التي ترمى أحيانا من طرف المذابح للأسف الشديد وما استغلوه ولغ نزيد كنا فوق الشهر بيتين وما كشغل المذابح أباك نحن الجزائريين عدنا الأعراس عدنا الختانات عدنا عدنا حفلات يعني استقبل بشكل يومي عدات كبيرة من الأضاحي وخليني نقول عفوان الخرفان أيضا البقر وغيرها فبالتالي هذا البروشي هذا التطبيق هذه الدراسة يدرنا مع الوزارة على أساس أنه هو الوزير يبحث على شيء مستدام ماشي ماشي مآني مع تي يوم العيد وخلاص حنا مشينا في هذا الخط ودرنا شيء مستدام على أساس أنه يولي تول تون وين إنسان عنده يولو كانت تكون هيدورة واحدة وكي يقدر يبلغ عليها أنه عنده هيدورة وممكن ونحن ندخل لشركة بربي الذكاء الإصطناعي لأنه كان هيدورة يقبلها وكان هيدورة ما يقبلها بالتالي في الذكاء الإصطناعي سيأخذ سكان هيدورة بالموبايل تعه في الابليكيشن ستقول له كل هيدورة هذه تصلح قابلة أنه تقدمها أو لا فإذا مش قابل تقدمها يجي فيديو وين يقول كيف تلال تح لأنه قضيتلي في الهيدورة تعه يعني في المنزل تعه بطريقة صحية وعلمية ومتأثر على البيئة وحيكون أمور واضحة طيب مش هنروح إلى شيء آخر ربما بش يستفاد أيضا المواطن من هذا التطبيق ما فكرتوش أنه تقدمونه مبالغ مالية لكل إنسان يعني كمبلغ رمزي فقط تحفيزي للناس أنه تحاول تقدم الهيدورة الأضحية يعني فارغ منه يعني درستوها من جميع الجوانب والله ما خليتوا ليش منين سقسيكم نحتاج اتصال مع وزارة شؤون دينية وهم تنكر مساهمين مساهمين في المساجد وقدوا تلقينا مع المدير العام للمساجد وبدأ يعني بدأوا في الكوتي يعني كما قل إحنا الإدوكاتي فتاحهم من ناحية دي ولكن إن شاء الله إحنا اللي اكتبرت به بعد العيد هنواصله ما هننوقفه يعني في الكوتي إدوكاتيف تأكيفه لأنه هذا الموضوع تأكيفه كما قلت لك عنده شقين عنده شق بيئي متعب جدا ومكلف جدا صح وعنده شق يعني اقتصادي ممكن أنه يعني يطلع حتى في البيبي وممكن حتى يزيد يفتحنا مجال عمل كبير بالنسبة للشباب الحرافيين فبالتالي اللي هنا لو كان نمشي على طول السنة وممكن نكون فيها يعني كما قل احنا دراسات وطنية هنا تكون معمقة وين ممكن أن نوصل حتى لكراش نبدو لأنه هذه الثقافة والثقافة ما نقضيش نجوها من الفوق نبنوها نبنوها للأجيال القادمة فبالتالي ممكن هنا يكون حضروا وزارة التعليم وحضروا وزارة يعني بصراحة مهم جدا وشفت بالمرة تدخل الوزارات كان بصفة كبيرة نقول لك نصف حكومة كانت معنا أكيد لما نشوف مشروع اقتصادي كما هذا مشروع ايكولوجي أيضا نزل أكيد أنه كلنا ندعم هذه المشاريع التي تعود بالمنفع على البيئة الجزائرية وعلى الدولة حتى من جال ما دخل طيب نروح إلى نقطة أخرى حتى نطرق لها فيما يخص هذا التطبيق وهو تطبيق مهم جدا بالنسبة لطريق تستعمل هالتطبيق هل راح تكون طريقة سهلة وبسيطة يعني يقدر أي إنسان يقدر بمجرد ما يحط لوكاليزازون للموقع الديالو ويسجل أو راح يكون فيها صعوبة وعنما بالنسبة للناس لأنه نعرف فيه يعني ناس على مستوى تفكيرهم بسيط جدا الآن أصبحت نقدر نقول لك التروازي طاب هذا مكان يعني التروازي طاب يحدد الموقع التاعو أوتوماتيكي يضغط برك على أوكي ولا نعم أوكي هنا فيه ثلاث لغات إنجليزية عربية وفرنسية يضغط على الموقع التاعو خلاص ما غير يضغط على الموقع التاعو يعطيه أقرب موقع ويضع له هيدورات وبعدين يزيد برك يدخل برك عدد الهيدورات الذي عنده ويعطيه الموقع كيفاش يوصل له هيدورات هذا مكان كيفاش يوصل للموقع تعالى واني يحط له دورتها بسيطة يعني اي انسان يفتري دخولها كبير ولا صغير ولا عادي جدا طيب نرحو الى المعارف عند المواطن الجزائري حبيتنا عرف الى اي مدى ربما راح يخل منكم وقت انه توصلوا هذا التطبيق او هذا الفكر الى المواطن الجزائري هل راح توصل المعلومة او لها الطريقة خليني نقول متطورة جدا مع كل احترامتي لكل التطبيقات الاخرى لتنشط تقريبا ما في نفس المجال ولكن تطبيقكم متطور وذكي بدرجة اعالية هل تشوف راح يخذ وقت طويل انه توصلوه للمواطن الجزائري ولا من السهل خاصة انه اليوم اهتمامات شباب والعائلات الجزائرية تصب في عالم الرقمنا والتكنولوجيا والذكاء الاستناعي وغيرها يعني اهتماماتهم كل عائلة تعرفوا شمعنة هذا الذكاء الاستناعي والتكنولوجيا والله اشوف هي بالنسبة البروجي هذا نفسه الابليكيشن هذه الابليكيشن هذه الابليكيشن هذه الابليكيشن بلاتفورم هي اصلا كبيرة بزاف فهي اصلا قدنا لها حقوق الملكية الفكرية في 150 دولة وعندنا ممدي دومون من في الانترنسيونال باش يتفعلوا معها وعندنا اتصالات وعندنا رايحين شارك تبار بي باشي نقدم الخبرات بتاعنا في المجال هدايا هذه من باب بتاع الاخوار الابليكيشن وهذا ابليكيشن على الجغو على الجغو يعني مية بالمية جزائريات تطويرية منطورة بالفهنة واخدأت سمعة ان شاء الله تكون عالمية في المستقبل الان بالنسبة لمواطن الجزائري المواطن الجزائري يعني يقدم له برق الحل هذا ما كان الاشكال لانه ما ننسوش باللي يعني النمو ديمغرافي في الجزائري كان سريع جدا في ظرف عشر سنوات تغيرت حتى الملامح تها العاصمة اصبعتنا دي ميتروبوليتان اصبعت عاصمة ترفض ملايين البشر على اغلاء اللي هنا يا كيفاش احنا يا يعني نقطرو وهذا الدور تاعنا احنا كناس اخصائيين في المجال كيفاش نقطرو كيفاش نوصلوا المعلومة للمواطن وتقول مبسطة الحمد لله يعني الامر موجود الان رانا اونيسي الان ذو كان ردما نقول المواطن برك يكون معنا يعني يساهم انا عندما المساهمة تاعه راح تكون يعني قيمة يعني جدا لا لازم بدون المساهمة تاعه يعني ولا شي حينجح ولكن المواطن هو طبعه يعني ذكي واصلا يعني احب البيع لنا في الجزائريين يعني معروفين بالنظافة قاعد لنا المشكل داخل ديور برا الدار يعني كان النقص في روح المسئولية شوية وانا ما نحطاش بزاف روح المسئولية حقيقة يعني الناس يقولون بزاف قدام يعني انا نقول يعني نقص المعلومة برك الان احنا نقدموا المعلومة يعني مثلا احنا في المستقبل ان شاء الله من خلافه دورة ومعه دورة احيقول له لدي شي ميناجيخ احيقول له يعني بطريقة جدا مبتكرة على اساس انه قبل ما يوصل عندك لكاميون تال لأبو بالس عزك الله يعني انت يكون عندك المعلومة يعني قبل وانت تحدد تحدد توقيت تاعك اصلا تتخرج فيه يعني تحدد توقيت تاعك وقتاش يوصل المعلومة وتخدش توصلك قبل نص ساعة ما يوصل لكاميون قبل ساعة قبل ساعتين انت تحدد المعلومة وهو في الاصل انك تشوف لكاميون جاي انت لاندك على اقول له هنا يعني نذو كان بازم نخرج للساشي التاعي ونخرج الهضوراتي ومعني باليش وقتاش يفوت لكاميون بشير فدع والكاميون على بيروش بالليل هضورة خرجت ارغل هناك نقص في المعلومة احنا الحلقة ذاك اللي كانت ما كاش ما تكزيستيش ما بين تقنيين حليتها تقنيين حليتها جمعنا بيناتهم يعني ذلك الان اصبح كل واحد يشوف التاني يعني المواطن يشوف الكاميون والكاميون يتواصل مع المواطن بطريقة يعني سليسة وبدون اي ازعاج تانيك هل تشوف ربما هذا التطبيق بكل صراحة رح يقضي على مفارغ العشوائية النقاط السوداء اللي نشوفوها للأسف الشديد واللي تكره وتعيي المواطن بعد العيد صحيح واللغة تشوف هي بصراحة احنا المواطن نقسموها الى ثلاث فئات كان المواطن متفائل يعني بسرعة هذا المواطن هذا مواطن يعني عنده روح المواطنة وعنده حب الوطن وعنده كل حاجة يعني كل مميزات المواطنة موجودة فيه هذا سهل جدا كان المواطن الذي لا يعلم لا يعرف هذا دور تانا انه احنا نعرفه ونعلمه ونقطروه وندخلوه مثلا في الإيكو سيستم تانا وكان المواطن اللي هو يعرف ويعمد هذا احنا دور شرطة البيئة لأساس انه يكون عندك المعلومة وتخالف يعني هنا يعني ممكن يكونوا قوانين ردعية لهذه المالناس لهذه المالناس اللي يعني يعني يعرف ويعمد كما قلنا بلغة تانا وهنا تعاود تفعل معاود دولة تعاود تفعل دورة الشرطة البيئية اللي كنا نعرفوها بكري اوكي موجودة بكري العاصمة نعرفه بل كان شرطة البيئية ومملكة تنشر حاجة في العوية يقول لك نحيا مخالفة للنظم البيئية فبالتالي اللي هنا الشرطة يكون عنده ويقف توقيت ويقف كل حاجة فإذا صب أي حاجة مش في مكانها يقدر يدخل بش يدخل يدخل معلومة ومعلومات ثابتة فبالتالي اللي هبط كما قلنا الهيدورة مش في مكانها هدوما الناس يعني نقول لحنا عقوبة بسيطة على أساس أنه مرة تانية مش عودة ونقضوا ندروا حاجة ملاحة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا ربي فالخي التهم رسالة ربما تقدمها للناس اللي تشوفين والناس اللي رح تفعل معكم مع هذا التطبيق في هذه الأيام يعني هذا وقتكم هذا وقتنا وإن شاء الله شو نقول احنا نقول احنا تعبنا عينا خاوتكم صهر الليل تعبوا يعني يعني فبكل صراحة نكونوا واقعيين يعني بعد ما كمل البروشي هذا وكل حاجة يعني إن شاء الله نتمناه يعني والناس يتفعلهم على البرنامج هذا أقل شي وهذا برنامج مجاني يعني مش نكونوا مواضحين حتى فائدة فبالتالي هذا قاعدك خدمة للوطن حناية تعبنا وخدمنا شيء اللي حيخدم المواطن وهيخدم البيئة تاعه وكل واحد في الحي تاعه وهو ما برك يعني كما يتفعل مع البرنامج هذا لأساس أنه يثمنوا لهذه دورها هذه لأنه حتى كما أقول المبدلين كانوا إخوان الشياطين احنا هنا في عبواشير ورأنا كما أقول هذا رضحي هذه رايحة لله سبحانه وتعالى باش يتقبلها لأنه موش اللحم يتقيق ولكنها شعيرة من شعير الله إن شاء الله كما أقول هنه يكون يمشي معنا الجمهورتان إن شاء الله بيكون قوة إن شاء الله باش نتشجع ويش نقضي شكرا لك سيد طارق العابد مختص في البرمجة وصحي مؤسسنا شيئة على قبول دعوات البرنامج بالتوفيق إن شاء الله وصحي عيد كلا ما تلقينا رئيس الضائرة الإعلام بوكالة وطنية